اصل مجلس الامن مش هيعمل حاجة والعمر عمل لنا حاجة الامل كبير جدا واحد في ربنا اول حاجة اتنين في انه الفلسطينيين نفسهم يبقوا واقفين مع بعض وقفة واحدة ننسى مسألة ان احنا فصائل احنا شعب طب كويس هل مصر اجتهدت في ذلك اجتهدت واصابت حلو ادي كده واحد اتنين الاهم دلوقتي هو عدم تصفية القضية باي شكل من الاشكال اي مسألة متعلقة بالتوطين تصفية للقضية اي مسألة متعلقة بالتهجير تصفية للقضية اي مسألة متعلقة بالاسراع والتكالب على التطبيع مع العدو اسمها تصفية لا تصفوا قضية الصراع لعربي الصهيوني هو فيه حد بيقدم حاجة قبل ما ياخد هو احنا خدنا حاجة طب يقدموا السابت عشان نقدم الحد مش كده ولا ايه طيب الامل التالت هو انه يبقى فيه دولة قوية جدا نزيهة جدا لا تدافع الا عن الحق مصحوبا بالعدل في الحالة دي هي دولة واحدة اللي تقدر تتحمل كل هذه الاحمال على عاتقها الكبير دايما يتحمل حتى وان خسر احيانا بعض الامور بس بيتحمل يقدم دائما يبادر دائما فهتلاقي ان الكل بيجوله دي القاهرة التاريخ بيقول كده القاهرة والله ما هي شوفينية مصرية على الاطلاق التاريخ بيقول كده تفاعلات السياسة بتقول كده الجغرافية بتقول كده المنطق بيقول كده فطبيعي جدا ومنطقي جدا انك هتجد كل زعماء العالم المعنيين بهذا الامر طبيعي جدا انك تلاقي كل وزراء الخارجية المعنيين بهذا الامر طبيعي جدا تتلاقي كل السياسيين الكبار المعنين بهذا الأمر هتلاقيهم بيتصلوا بالقاهرة يتصلوا بفقامة الرئيس عبد الفتح السيسي أو يذهبوا لملاقاته والاجتماع معاه واتباحه وتحول كيفية حل هذه الأزمة